اشتركوا في القناة في جولة تبدأ من دومة وتذهب إلى أبو نوار وسوسيا والبلدة القديمة في الخليل نبدأ العام الدراسي وفي القلب حصر زميلتنا المعلم الفاضي لرهام دوابشي والدة الشهيد الرضيع علي دوابشي وأيضا زوجها سعد دوابشي سنكون في منزلها سنكون في مدرستها حتى نشاطرها الحزن والألام ولكن نقول بأن الحياة مستمرة وما أديق العيش لولا فصحة الأمل وفصحة الأمل سنفتحها إن شاء الله يوم 24-8 في أن تبقى الحياة على عهدها وأن يستمر الفلسطيني في صناعة المعرفة والاستمرار بالحياة الحياة بتتمشي العجلة يجب أن تدور وزارة التربية والتعليم تقول أنها صمدت في وجه التحديات واستطاعت بدء العام الدراسي في موعده تحدي التوجيه ما زال مستمرا ككل عام وسط آمال يعقدها الفلسطينيون هذا العام على وزيرهم الجديد في إلغاء الثانوية العامة وإيجاد البديل آمل من كل المواطنين الأكارم فقط إعطاء مساحة زمنية آمل أن لا تكون طويلة هذا الموضوع لا يمكن الإرتجال فيه ولا يمكن الإقدام على خطوات انتحارية يجب أن تكون النتيجة فيما يتعلق بتطبيق التوجيه نتيجة مرضية للجميع وأيضا تمس وجود البديل الذي نطوره حاليا حتى تكون نسبة الخطأ 0% الموضوع لا يحتمل على الإطلاق الخطأ وبالتالي أصبروا علينا شوي صغير جيين على هذا الموضوع أعرف أنه الكل متشوق لمعرفة مآل التوجيه الذي آمل أن نقبره سويا الكتب طبعت وأعدت الأثاث توفر واستعد وخطوات مستقبلية لتعميم البوابة الإلكترونية واستوعود بتفعيل النشاطات اللامنهجية ومحاربة التوحد الرقمي للأطفال لتلفزيون القدس كنان عيسى رام الله أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم أدخلوا الآن إلى mail.alqds.com e-mail القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر